ومع التمييز والإبداع مشاهدينا نختتم فقراتنا لنصل بكم إلى هذه الفقرة الأخيرة إلى طموح الشاب الإماراتي الذي ليس له حدود ضيفنا شاب إماراتي لقبة بأصغر مسعف إماراتي كما تميز في مجالات وهوايات أخرى كالهندسة الميكانيكية وهواية الغوص في الأعماق يسرنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ حارث حمد حارث المدفع مدرب المستجيب الأول للطوارئ مساك الله بالخير مساك الله بالخير أخي حارث وحياك الله معنا الله يحييك أشكركم على الاستضافة الله يسلمك يعني ما هو التعريف أو اللقب الأحب إلى نفسك أخوي حارث يعني خلنا نقول هل نبتدي بربما المهندس الميكانيكي وانت ربما حاليا على وشك التخرج من الجامعة الأمريكية في الشارقة تخصص هندسة ميكانيكية أم نقول مدرب للسجابة الأولية للطوارئ أم الغواص المحترف والله بداية طموحي إن شاء الله بعد سنة بتخرج ويكون مسماي المهندس الميكانيكي حارث حمد المدفع لكن حاليا أفضل تسمية مدرب مستجيب الأول للطوارئ لأنها يعني الأحب القلبي وأصعب حصولها من بين كل الأشياء اللي حصلتها في الأخير ما شاء الله طيب يعني ما سبب اختيارك لتخصص الهندسة الميكانيكية للدراسة على الرغم من ولعك وميولك لجوانب الغواص وللتدريب في مجال الاستجابة للطوارئ طبعا الهندسة الميكانيكية ما كانت أول خيار عشان يعني كنت أحب الهندسة المعمارية ولكن بالنظر إلى سوق العمل ومتطلبات سوق العمل المهنة اللي شفتها ممكن أنا أقدر أفيد فيها نفسي وأفيد فيها دولتي وأفيد فيها مجتمعي هي الهندسة الميكانيكية فهاي متطلبات سوق العمل أما الغواص وتدريب من الاستجابة الأولية للطوارئ هاي كانت هوايات اكتشفتها في عمري قبل كم من سنة يعني تقريبا سنة 13 سنة بديت اكتشف هالهواية فيني فحبيت أني أطورها وما وقفت عند أول خطوة يعني عشان أحصل هالرخص صحيح ما استمتع في التخصص الحين؟ والله التخصص صراحة صعب جدا بس يتطلب الكثير من الجهد وإن شاء الله المتعة هي بعد التخرج الله يوفقك حين وقت الدراسة والتعب نعم طيب أول شهادة غوص حصلت عليها في 2007 هي كانت شهادة أو رخصة الغوص رخصة هاي بديتها برخصة اسمها جونيور أوبن ووتر اللي هي لدون 18 سنة حصلتها أول شي على هالمنبر حبيت أشكر الله على هالفرصة اللي حصلتها أنا ثانيا حبيت أشكر والدي اللي هم ساعدوني وعطوني الدفعة المعنوية والمادية عشان أكمل هالطريج ثالثا حبيت أشكر الأستاذ عادل برميثة اللي هو دفعني أو عرفني بهذا المجال من خلال مركز نادي برميثة للغوص وهو حاليا من أفضل مراكز الغوص في الدولة حصل على 5 ستارز في تدريب الغوص ورابعا حبيت أشكر المدرب مدربي اللي شجعني أن أكمل في هالمجال المدرب محمود العسكري اللي هو دربني في كل الرخصة اللي دربتها بدايتي في 2007 جربت الغوص في الحوض في المسبح بدون رخصة بس جربته من نزلت تحت وحسيت أن أنا أتنفس تحت الماء حسيت بشعور ما ينوصف ما ينوصف أبدا ليش؟ الشعور أن أنت تعكس الطبيعة يعني أنت تحت الماء وتتنفس أنا أصلا كنت أحب الغوص الحر ونقبل لهذا بس أنه وكنت أستمتع بالثواني اللي أتم فيها تحت الماء فما بالك مثال أن تنفيها أربعين دقيقة أو خمسة أربعين دقيقة لتحت الماء صحيح فكان شعور وايد حلو بالنسبة لي عقبها قمت تطلع رحلات غوص؟ لا لا مب على طول بديتها بتدريب أول شيء لازم تكون عندك رخصة وكانت أصغر أصغر أو أول رخصة أقدر أخذها اللي هي الجونير أوبن ووتر في سنة 2007 والحمد لله حصلت عليها خلال أسبوع تقريبا من تدريب نظري وعملي وكل شيء وبعدين خدت كذلك شهادة أخرى في الغوص الليلي وربما خدت وحزت على مراحل متقدمة في رخص الغوص نعم نحن كنا ثلاث شباب ربع يعني بدينا فيها وكان طموحنا أنه بس نبدأ ناخذ الليسن عشان نقدر نجرب الغوص في البحر في الأعماق يعني بس أنا يوم شفت جربتها شيء حبيثة جدا وقررت أني أطور نفسي فيه مع أنه بداية كان هدفي بس أن أحصل على الأول ليسن والحمد لله حين عندي حوالي 11 رخصة بس مجال الغوص الغوص في البحر طيب يعني بتستمر فيها كهواية ولا تبغي تسوي مدرب غوص عقب تبغي تفتح مشروع خاص يعني ربما في هذا المجال مجال الغوص بسمع منك الإجابة لكن نحن بنشوف تقرير مشاهدين أو بالأحرى فاصل تحديدا خاص بإنجازات ضيفنا حارث حمد حارث المدفع ومن ثم بنرجع نتواصل معكم من يديد تابعنا مشاهدين هذه اللقطات الخاصة بممارسة إحدى هوايات ضيفنا بالأحرى هي هواية الغوص اللي كنا نسأله قبل هذا الفاصل عن هذه الهواية هل بتتحول لمهنة في يوم من الأيام هل عندك فكر إلى أن يكون عندك مشروع خاص خاص في هذا المجال والله كبداية أنا أخذت الجونير أوبن واثر بعدين حولت على الرخصة الثانية وصلت خلصت الغوص الليلي والبحث والتنقيب وأكثر من تخصص في مجال الغوص بعدها وكلما أخذ وحده أقول لا بس خلاص إلينا هنا أوقف بس طموحي أن أوصل لمرحلة مثلا يعني صعب الواحد يوصلها الحمد لله وصلت الدايف ماستر اللي هي أعلى رخصة للغواصين الهوا هي اللي الغوص الحر لا الغوص بسكوبة بس هي حد مرحلة الهوا لكن تسمح لي يعني يمكن لأن الوقت سريعا لكن خلني أنتقل لجانب ثاني يعني من الغوص إلى كذلك جانب يشغل حيز كبير من حياتك جانب الاسعافات الأولية وأنت كذلك من 2009 أصبحت مدرب الاستجابة الأولية للطواريح أصلت على شهادة معترفة بها من تحديدا منظمة بادي البريطانية وكنت أول وأصغر مدرب إماراتي أو أصغر مدرب إماراتي في ذاك الوقت بالتحديد صحيح؟ أنا أول ما وصلت 2009 أنا خذت الرخصة بس رخصة التدريب خذتها بعدها بعد ما كمت 18 سنة على طول شهر واحد بعد ما كملت 18 سنة خذتها الرخصة لأن خلال هالسنة أو السنتين اللي أنا كملت فيهم 18 يعني شفت حالات وساعت حالات وكنا في رحلات مع الشباب فتعلموا الشباب مني وشافوا أشياء كانوا يبون يتعلمون كيف نحن ننقذ مثلا الغريق أو ننقذ يعني في كل الحالات ننقذها الإنسان في حوادث تستوي جدامي كم مرة يعني استوات وفي الشباب كلهم يسئلوني كيف أنت تعلمت فهذا دفعني أن أنا أحصل على رخصة التدريب وفي سنة 18 سنة طيب منسحارت يعني كيف تقدر توفق ما بين ممارسك لهذه الأنشطة المهمة والتي تاخذ حيز كبير من وقتك وما بين كذلك دراستك وغيرها من الأمور اللي تشغلك في حياتك العامة هو طبعا التركيز في الأولويات طبعا الدراسة وبعد هاتي الهوايات الثانية صحيح بس أهم شيء طبعا الكلام اللي دايما الناس يتكلمون عنه وايد مهم اللي هو تنظيم الوقت إذا الواحد نظم وقته وما بالضرورة أنه يعني يضبطها صح من أول مرة ممكن أن نتأثر على الدراسته من أول مرة بس أهم شيء أنه يتعلم من هالأغلاب يتعلم أنه ينظم وقته في هواياته ودراسته صحيح يعني أخوي حارث أنت ما شاء الله عليك في الحقيقة يعني وبدو مجاملة مثال للشاب الإماراتي المثابر المنتج الحريص على خدمة وطنه وتحقيق أهدافه وضع نصب عينه هدف معين يسعى إلى تحقيقه من خلال التدرج في الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف اليوم ما هي النصيحة التي تقدمها للشباب الإماراتي لاستغلال وقته بما يعود عليه وعلى وطنه وعلى دولته بالنفع بشكل خاص أول شيء الحمد لله على الوصول يعني لهذه المرحلة وإن شاء الله القادم أفضل بس نصيحتي للشباب أن الشباب عندهم مواهب كبيرة بس فيهم مشكلة وحدة اللي هو من نفس الجيل أو نفس الشباب الإماراتي يخافون من الفشل والخوف من الفشل يعني يمنعهم من أن يدخلون في أي مجال وأنا كبداية بعد كنت خايف أنه أنا ما أحصل على هالليس لأنه عبارة عن دورات ودراسة وامتحانات صحيح فنصيحتي أن لا تخافوا من الفشل هاي بداية وإن شاء الله إذا فشلتوا مرة ومرتين وثلاث أهم شيء أن تصوروا النجاح بدنا الله موفق خير في عارث وإنتمنالك إن شاء الله توفيك في دراسك وحياتك العملية إن شاء الله مشكوري على الاستضافة الطيبة وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله يا رب إن شاء الله